بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الرابع من الوحدة الرابعة نواصل حديثنا في هذا الدرس عن الحالة الأولى من حالات تغير الشركاء وهي حالة دخول شريك جديد مع بقاء الشركاء السابقين وفي هذا الدرس نتناول دخول شريك جديد على أساس قيمة تقيل عن القيمة الدفترية الشركة بمعنى أن الشركة الجديد يدخل مع الشركاء السابقين ويدفع قيمة تقيل عن القيمة الدفترية للشركة وتتضمن هذه الحالة صورتين هما أن يتفق الشركاء على أن لا يتغير مجموع رأس مال الشركة بل يدخل الشركة الجديد عن طريق شراء أجزاء من حصص الشركاء السابقين بمبلغ يقيل عن القيمة الدفترية للأجزاء المشترعة أنه يدفع قيمة أقل من القيمة الدفترية للأجزاء المشترعة وفي هذه الحالة تتأثر سجلات الشركة بالتتفقات النقدية لأنها تمت بين الشركاء أنفسهم وتمت خارج الشركاء وإنما الذي تتأثر به سجلات الشركة هو نقل جزء من حصص الشركاء السابقين إلى الشريك الجديد ونأخذ مثال على هذه الصورة أن الشركة التضامن يمتلكها زيد وعمر برأس مال قدره مليون ريال قررت إدخال عدنان شريكا ثالثا فيها بنصيب 50% من الشركة على أن يدفع مبلغ 300 ألف ريال فقط للشركاء السابقين بمعنى أن رأس مال الشركة مليون ريال ويدخل الشريك الجديد ويكون له نصيب 50% ويدفع أقل من نصيبه 50% ويدفع مبلغ 300 ألف ريال وهذا يكون على حساب الشركاء السابقين بمعنى أنهم يدفع لهم مبلغ أقل من المبلغ الذي من القيمة للجزء الذي أشتراه المطلوب تسجيل قيدة اليومية اللازمة ويكون قيدة اليومية في هذه الحالة كالآتي من حساب رأس مال زيد 52 ألف ريال من حساب رأس مال عمر 52 ألف ريال إلى حساب رأس مال عدنان 500 ألف ريال بمعنى أن شركاء السابقين الشركة الجديد أصبح له نصف رأس مالها والبالغ مليون ريال أصبح له نصف هذا المبلغ 500 ألف ريال وتم تحويل أن شراء الشركة الجديد جزء من أنصفة الشركاء السابقين بمعنى أنه تنازل زيد بمبلغ 52 ألف ريال من رأس مالي إلى رأس مال الشريك الجديد وكذلك تنازل الشريك عمر بمبلغ 52 ألف ريال من رأس مالي إلى الشريك الجديد مع الإلم أن الشركة الجديد دفع مبلغ 300 ألف ريال وحصل على رأس مال في الشركة مبلغ 500 ألف ريال وكذلك قد يتفق الشركاء على أن يدفع الشركة الجديد مبلغا يستثمر في الشركة ويقيل عن القيمة الدفترية للنسبة المخصصة له وعليه تكون زيادة رأس مال الشركة الجديد على حساب الشركاء السابقين يدفع مبلغ أقل من القيمة الدفترية المشترى ويستثمر في الشركة ويكون له نصيب فيها وهذه الزيادة تكون على حساب الشركاء السابقين مثال شركة تضامن يمتلكها زيد وعمر تمتلك أصولا بمبلغ 300 ألف ريال وعليها مطلوبات تبلغ 300 ألف ريال قررت إدخال عدنان شركة ثالثا فيها على أن يكون له 50% من الشركة على أن يدفع مبلغ 700 ألف ريال بمعنى أن أصول الشركة مليون 300 ألف ريال مطلوبات 300 ألف ريال الفرق بين الأصول والمطلوبات مليون ريال أي أن رأس مال الشركة يتم زيادته وبدخول شريك جديد على أن يدفع هذا الشركة الجديد مبلغ 900 ألف ريال بمبلغ قيمة تقيلة عن القيمة الدفترية للشركة مطلوب تسجيل قيدة اليومية اللازمة قيدة اليومية اللازمة يكون كالآتي من مذكورين 700 ألف ريال حساب البنك وهذا المبلغ الذي دفعه الشريك الجديد الذي جئه الشريك عدنان ورأس مال زيد 75 ألف ريال ورأس مال عمر 75 ألف ريال بمعنى أن الشركاء السابقين تحمل مبلغ كل شريك تحمل مبلغ 75 ألف ريال لصالح الشريك الجديد ليصبح رأس مال 850 ألف ريال حيث أنه ما دفعه 700 ألف ريال وبالتالي أصبحت الزيادة في رأس مال الشريك الجديد على حساب رؤوس أموال الشركاء السابقين أي أن الشركاء السابقين تحملوا الزيادة من للشركة الجديد وذلك من رؤوس أموالهم في الشركة ترجمة نانسي قنقر